أكبر الفائزين في الانتخابات والمتمثل بالكتلة الصدرية ترك الباب مفتوحا لالتحاق عدد من الكتل الشيعية في البرلمان بمشروع الأغلبية الوطنية علي التحاق مشروط رغم التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة وإن رضيتم بقولي هذا فسنكون شركاء في مشروع الإصلاح لم يغلق السيد مقتدى الصدر أبوابه أمام من يحسن الظن بهم حسب وصفه في آخر تغريدة له بعض القوى الشيعية تبحث عن مكان لها في قاطرة الكتلة النيابية الأكبر وفق مراقبين رجحوا التحاق بعض الأطراف السياسية بالتيار الصدري لتشكيل الحكومة المقبلة هناك بوادر تشير إلى التحاق أربع كتلة سياسية من الإطار لصالح أو للانضمام مع التيار الصدري أما انضمام أو تأييد وأيضا مؤشرات أخرى إلى أن بعض المستقلين من اعتلاف القانون ربما لاحقا وليس الآن أيضا سيلتحقوا بالسيد مقتدى الصدر بعد تشكيل الحكومة القوى الشيعية أكدت من جانبها تماسكها وعدم تشضيها وفق أعضاء فيها كشفوا عن توجههم بخطين متوازيين نحو المزيد من الحوار مع التيار الصدري من جهة وانتظار نتائج حسم المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة بمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان من جهة أخرى أنا متفائل بأن القضية ستعاد وترجع وتتم الحكومة التوافقية بموافقة تقريبا على أقل تقدير 170-160-150 من الشيعة وبقية من المكونين الآخرين وبعيدا عن الكتل الكبيرة المتحالفة أو المعارضة لها فإن العديد من القوى والنواب المستقلين ممن فضلوا عدم المشاركة في الحكم قد ترجح مواقفهم كفة هذه الجهة أو تلك من خلال تصويتهم على من يرونه مناسبا أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد